بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة تحقيق سموه المركز الثالث عالميا والأول عربيا بفئة الفردي في بطولة العالم للقدرة التي انطلقت من جمهورية سلوفاكيا هذا نصها سموه ابن العزيز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليطيب لنا أن نعرب لسموه ابننا العزيز عن بالغ التهاني والتبركات بمناسبة تحقيقكم للبحرين المركز الثالث عالميا والأول عربيا في بطولة العالم للقدرة التي انطلقت من جمهورية سلوفاكيا إن هذا الانجاز العالمي المشرف والذي تحقق بفضل جهودكم الكبيرة في قيادة الفريق الملكي البحريني للفروسية إنما يأتي ليؤكد مجددا قدرة الشباب البحريني على الوصول إلى أعلى المراكز وأمكاناتهم الكبيرة في إثبات وجودهم ورفع اسم البحرين عاليا في كافة المحافل والميادين الإقليمية والدولية أكرر أتاني لابننا العزيز اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هذا الانجاز الكبير متمنيا لكم دوام التوفيقي والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة